بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجه ونهجهم حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارفين وأما بعد اللهم سلمنا وسلم منا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا بقبول حسن اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصاحب الصالحين يا رب آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من حلق العلم وهذا المجلس المبارك من مجالسنا الإفتائية برنامج أياما معدودات تقبل الله من نومكم صالح الأعمال أيها الإخوة الأكارم هناك شرائع عندنا في هذه الدين العظيم شرائع محكمة أنزلها الله سبحانه وتعالى لنفع العباد فمنها ما تنفعه في دنياه ومنها ما تنفعه لتقوم دينه ومنها ما تنفعه ما ينفعه في آخرته ونريد أن نتكلم اليوم عن بعض من هذه الشرائع الشعائر وشيء من خصائص ديننا وهي صلاة النوافل النوافل نعني بها كل الصلوات التي هي غير الفرائض الفرائض فرائض وهي أوقات خمسة معلومة ما سواها نوافل النوافل بصورة عامة نوعان النفل المطلق والنفل المقيد النفل المطلق كان يصلي إنسان صلاة التطوع من غني أن يكون لها أسم في ليل أو في نهار يقول أو الصلاة التطوع يقول فيها نوع أن يصلي ركعتين لوجه الله أو أربع ركعت لوجه الله أو تطوعاً لوجه الله حتى لو لم يقل شيئاً هو في قصده أن يتطوع فهذا يسمى النفل المطلق في ليل أو في نهار أما النفل المقيد فهو كل صلاة لها اسم يعني وبعضها لها وقت محدد بعضها يجوز في أي وقت لكن لها اسم مثل ماذا؟ مثل النوافل الرواتب مثل النوافل الرواتب التي تكون قبل الفرائض وبعدها والتي تسمى القبليات والبعديات وسنأتي إليها ونتناولها واحدة واحدة إن شاء الله منها أيضاً صلاة الوطري صلاة الضحى صلاة الوضوء صلاة تحييط المسجد صلاة التراوح في رمضان صلاة يعني كل هذه الصلوات تسمى بالنوافل المقيدة أو الصلاة التي لها سبب أو تسمى الصلاة التي لها اسم يعني نوافل خاصة طيب نريد أن نتناولها ونتناول بعض فضائلها وقبل أن نتناول فضائل هذه النوافل واحدة واحدة يعني مثلاً السنة الصبح القبلية لها فضل خاص صلاة الظهر القبلية والبعدية لها فضل صلاة الوطري لها فضل وهكذا لكن نريد أن نتناول فضائل النوافل عموماً يعني من غير تخصيص فمن فضائل النوافل أنها تكمل الفرائض الفرائض واجبات في ذمتنا إذا نقصنا منها شيئاً فنحن مطالبون أمام الله سبحانه وتعالى وإذا جعلنا فيها خللاً فنحن مطالبون هذه فرائض ليست كالنوافل المتنفل أمير نفسه حتى إذا أخطف الله تعالى لا يحاسبه لكن الفرائض لا نحن مطالبون بها أمام الله سبحانه وتعالى يعني نحن بشر تسرح أذهاننا نفكر نبتعد ربما ننقص ركناً غير أن نعلم يعني قد يكون فيها نقص النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العب الصلاة فإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل طيب ما هو نقصانها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ينقص شيئاً من أركانها أو فرائضها أو شروطها طيب فإذا نقص العبد وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا نقص العبد شيئاً من فرائضه ماذا الملائكة تقولون الملائكة يقولون لله تعالى يا رب صلاة هذا ناقصة يعني لم يؤدي منها ركناً لم يؤدي منها شرطاً لم يفعل بها فرضاً من فرائضها فيقول الله سبحانه وتعالى انظروا إلى ما يفعل من نوافل فتمموها بها وكما جاء في الحديث يعني النوافل مكملات للنقصان والخلل الذي يحصل في الفرائض لذلك فإن ترك يعني ترك النوافل كأنما يرفع سور الحماية عن الفرائض النوافل كأنما سور حماية للفرائض يحميها من النقصان ومن السهو والخلل الذي يحصل فيها فمثل الذي يصل الفرائض ولا يصل النوافل كمثل من سكن بيتاً لا سور له ليس له حائط لحمايته فلا يعني لا نعني بأنه آثم أو أنه مؤاخذ بها أمان الله تعالى لكن نقول بأن فرائضه ليست محصنة فالنوافل يا إخوة الفضل الأول لها أنها حماية وسور حصانة للفرائض لو لم يكن للنوافل من فضيلة إلا هذه لكانت كفاية فكيف إذا علمت بأن لها فضائل أخرى من فضائل النوافل أنها تجعل حركاتك محروسة من الله سبحانه وتعالى الله تعالى يعطي كل حواسك يعطي بصرك يعطي سمعك يعطي يدك يعطي رجلك معونة خاصة بك بل الله تعالى يتولى حواسك فربما إذا إنسان أكثر من النوافل وأكثر واستزاد واستمر وتطوع يكون لسانه ناطقا بأمر الله سبحانه وتعالى يعني الله يسدد لسانه الله يبعد عن لسانه فوحش الألفاظ يبعد عن لسانه الآثام الله تعالى يلهمه يلهم لسانه فعل الطاعات الله تعالى يحفظ لسانه من الآثام يحفظ لسانه حتى مما يؤذيه ليس فقط من المعاصي اللسان هو ليس سببا للمعاصي فقط بل يكون سببا لقتل صاحبه احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان كثر من الناس قتلوا بسبب ألسنتهم الله تعالى يعصمك من كل هذا من المهالك وكذلك من المعاصي كيف نسمع كذلك النظر الله تعالى يحفظ لك نظرك بل حتى يلهمك الله تعالى الفراسة الفراسة تعرف أشياء ربما ما كنت تعرفها تريد أن تذهب إلى مشروع إلى دراسة إلى تجارة إلى طريق فيه خطر عليك أو فيه خسارة أو فيه شيء الله تعالى يلهمك كأنه يفتح بصيرتك فتترك هذا الشيء هناك طريق خير لك طريق رزق طريق أرباح طريق شهادة عالية منصب ربما تغافل عنه لا تعلمه بعد أن يذهب تضرب يدا بيده وتقول ليتني علمت به طيب إذا كنت مستمرا على النوافل فالله تعالى سيدلك عليه قبل أن يذهب عنك وقبل أن تفوتك الفرصة أقدامك كذلك تمشي إلى حيث مصلحتك تمشي إلى حيث الخير ويدك وكل شيء طيب ما علاقة النوافل بكل هذا سؤال قد تتسأله انظر لماذا يقوله الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالق سبحانه ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يتقرب الإنسان باستمرار النوافل وبالاستزادة منها إلى الله فيحبه الله طيب ما نتيجة المحبة فإذا أحببته تكملت الحديث كنت سمعه الذي يسمع به يصير سمعك مرتبطا بالله سبحانه وتعالى فتسمع ربما تسمع ما يخفى على غيرك والقصة معروفة حكاية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو جالس في المدينة رأى جيش المسلمين وقد التف له العدو من خلف الجبل وهو في بلاد الشام عمر رآه من المدينة المنورة وذلك في الشام وما بين المدينة والمنورة والشام آلا في الكلمترات فقال لقائد الجيش وهو سيدنا سارية رضي الله عنه قال يا سارية الجبل الجبل يعني انتبه إلى جهة الجبل فسمعه سارية وانتبح ثم عد العدة وأخذ الاحتياط ونجى من الكفار وهزمهم هنا ثلاث كرامات الكرامة الأولى أن عمر رآه الكرامة الثانية أن صوت عمر قد وصل من المدينة المنورة إلى الشام والكرامة الثالثة لسارية أنه سمعه لننظر الآن إلى الحديث ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به سارية لو لم يتقرب إلى الله بالنوافل ولو لم يحبه الله لما كان الله سمعه الذي سمع به وإلا حاسة السمع البشرية الاعتيادية لا يمكن أن تسمع هذا الصوت الصوت في المدينة المنورة لو وضع بأعلى مكبرات صوت في العالم لا يصل إلى الشام استحيل كيف هو صوت مجرد كنت سمعه الذي يسمع به وبصاره الذي يبصر به الله تعالى صار بصار عمر فرأى عمر ذلك المكان البعيد ولسانه الذي ينطق به كان الله تعالى لسان عمر طبعا المقصود كان الله معين لسان عمر ملهما ليسمعه لبصاره للسان المعونة المقصود هو المعونة ويده التي يبطش بها لهذا لما استعان ذلك الرجل من قوم موسى عليه السلام استعان به على رجل كافر يعبد فرعون فوكزه موسى فقضى عليه اللهم بالله تشبيه ضربه بيده فسقط ومات كان الله يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يعني بعض الناس تطوى لهم المسافات البعيدة بمعونة الله سبحانه وتعالى بالكرامة وبعضهم يسهل الله له رجله التي يمشي بها يسهل الله له الذهاب إلى حيث الخير والرزق والرشاد والمستقبل الصالح النافع لهذا الإنسان فإذن النوافل تجعل أعمالك مربوطة بالله سبحانه وتعالى يختار لك الأصلح في دينك وفي آخرتك إذن النوافل لها فضائل عظيمة نكتفي بهذه الأمرين أنها حصن الفرائض وأنها تربطك بالله سبحانه وتعالى ربطا مباشرا هذا من حيث العموم أما من حيث الخصوص فكل نافلة لها فضلها ولها خصوصيتها من ذلك نبدأ بالرواتب قبليات والبعديات يعني في الفرائض سنة الفجر القبلية سنة الصبح القبلية وما أدراك ما نافلة الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتاء الفجر أي النافلة ليست فروا ركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها يعني الإنسان الفطن الذي يعرف الآخرة لو خير بأملاك الدنيا جبال الذهب الموجودة الآن العمارات ناطحات السحاب الأموال الطائلة التي تملأ المصارف الأملاك والعقارات ما معنى أنها خير منها بمعنى أن الله تعالى سيعطيك من الملك في الجنة يا من تصلي سنة الفجر القبلية هذه طبعا لا يشمل بها الذين ينامون على صلاة الفجر ولا يستيقظون ليسوا مشمولين بهذا الخطاب هم محرومون منه حرموا أنفسهم لأجل النوم الزائل يا أخي النوم مطاير اللي تنام عن صلاة الفجر وما تصليها يا أخي النوم مطاير لكن صلاة فجر طايرة نعم تقضيها لكن أجرها لا يساوي شيئا بالنسبة إذا قرن بثواب صلاتها مؤدات تصليها كإسقاط فريضة والإثم برقبتك فاتكت كفضيلة سنة الفجر القبلية التي يعطيك الله تعالى من الأملاك ما هي أكثر من أملاك الدنيا مجموعة الدنيا الآن هذا في كل يوم على فكرة في كل يوم لك هذا الكنز خير ليس مثله يعني خير منه في الجنة ليست قصة خيالية هذه مرحلة عمرية سنصلها يا إخوان نحن لم نخلق لنموت نحن مخلوقون للعيش الأزلي نحن لم نخلق للفناء لكننا نمر بمراحل كنا أجنة في بطون أمهاتنا ثم جئنا إلى الدنيا ثم بعد ذلك نذهب إلى عالم البرزخ في القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار ثم إلى المحشر ثم فريق في الجنة وفريق في السعير نحن لم نخلق للفناء نحن أمامنا مستقبل يا أخي ابني مستقبلك المستقبل لا عن الذي يأتي بعد كم سنة المستقبل المستقبل المفتوح الجنة أو النار صلى الله العافية طيب إذن ابني مستقبلك ضع أمامك كنوزا فأنت ذاهب إلى تلك الحياة الأخرى فيامن تنام ولا تصال الفجر تستطيع أن تعوض نومك في أي وقت من النوم لكنك لا تستطيع تعوض هذه الصلاة ثم بعد هذا النوم الذي تنام وإن شئت ظهرا وإن شئت ليلا بعد هذا النوم تنتظرك نومة طويلة ستشبع فيها نوما صلى الله تعالى نستددنا طيب إذن ركعتاء الفجر أي القبلية خير من الدنيا وما فيها طيب فما بالك بالفريضة يا إلهي نأتي إلى سنن الظهر الظهر هناك سنة قبلية وسنة بعدية التي كان يواضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا في سفر ولا في حضر لا في مرض ولا في صحة هي أربع ركعت قبل الظهر وركعتين بعدها أربعا قبلها وركعتين بعدها وأحيانا يجعلها أربعا بأربع هذا في غير المرض وفي غير السفر عندما يكون مقيما صحيحا يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها يقول عليه الصلاة والسلام واسمعوا لبشارة فضيلة سنن الظهر من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار الكأوس الذين خافوا منه سيكون حراما عليك وتكون حراما عليه جهنم يحرمها الله عليك ويحرمك عليها فاطمئن هذه فضيلة سنة الظهر القبلية والبعدية العصر يعني هناك سنة قبل العصر ليست مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمها عندما يكون مقيما صحيحا ويتركها إذا سافر أو مرض لكنه في حال إقامته وصحته صلوات الله وسلامه عليه يواظب عليها ويلازمها وهي أربع ركعة قبل العصر يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأا صلى أربعا قبل العصر تقول ما معنى الرحمة قبل أن تقول ما معنى الرحمة قل من الذي يدعو لك بالرحمة يدعو لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ترد دعوته أبدا يعني بعض الصحابة كانوا يطلبون من رسول الله أن يدعو لهم لأن رسول الله إذا دعا بشيء لأحد فإنه لن يخلف أبدا بل بعضهم كان يتعاطس في مسجد رسول الله يعني يدعي العطاس يوم ما عند عطاس لكن يدعي العطاس ليقول الحمد لله ليقول له رسول الله يرحمك الله فإذا قال رسول الله لأحد يرحمك الله فقد رحم طيب نحن لم ندرك أهده صلوات الله وسلامه عليه وليتنا أدركنا لم ندرك أهده فماذا نفعل كي يدعو لنا رسول الله أبقى لنا عليه الصلاة والسلام أبوابا مفتوحة رحم الله من يفعل كذا رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى رحم الله امرأة إذا عمل عملا أتقن يعني دعا رسول الله بالرحمة لصفات فكن أنت من أهل تلك الصفات كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لك إذن رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر يعني من يلازمها يكون قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ننتقل إلى ركن الفتاوى طبعا باقي النوافل كصلاة الضحى وكصلاة الأثر نتكلم عنها غدا إن شاء الله قبل أن ننتقل إلى ركن الفتاوى قبل أن نأخذ فاصلا أقول ربما بعضكم طبعا بقيت عندنا سنة المغرب البعدية عفوا وسنة الإشاء البعدية النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ركعتين بعد المغرب يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثاني يقوله الله أحد إن سلخ من ذنوبه كما تنسلخ الحية من جلدها كلنا مذنبون كلنا عصات وكلنا عندنا في صفحتنا سيئات لكن قبل أن نلقى الله ألا نحتاج أن ننظفها يعني هل يحسن أن تشتم حاكما وتسبه ثم تلتقي به وهو يعلم بأنك قد سببته وشتمته لكن إذا صادر منه عفو يمكن أن تلتقيه فحاول أن تنظف نفسك قبل أن تلقى الله ونحن لا ندري متى نلقى الله متى نلقى الله ربما اليوم لا تنتظر يوم القيامة إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته إذن نحتاج إلى أن ننسلخ من ذنوبنا كنسلاخ الحية من جلدها يكون ذلك بسنة المغرب البعدية المجموع من واضب على 12 ركعة في اليوم والليلة ما هي فضيلته؟ هذه الـ 12 ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الإشاء من واضب عليها بنى الله له بيتا في الجنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني المقصود به السنن المؤكدة فيا أخي يعني بعض الناس يستفقل أقول ما لا يدرك كله لا يترك جله الأفضل والعزيمة وإذا أردت أن تحصن فرائضك فصلها كلها لكن إذا لم تكن عندك تلك الهمة فلا تتركها كلها عجيب لا تتركها كلها يعني أد ولو بعضها وكل شيء بحسابه إذن هذا ما يتعلق ببعض موضوعنا ولنا في موضوع النوافل بقية غدا إن شاء الله هذا ما يتعلق بهذا الموضوع وبعد هذا نأخذ فاصلا نستغلو بالاستغفار وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا أخاكم من دعائكم ونعود إليكم إلى ركن الفتاوى إن شاء الله حياكم الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إذن إخواني أكارم وصلنا إلى ركن الفتاوى نستقبل أسئلتكم على أرقام الهواتف التي ترونها أمامكم ونستقبل أيضا أسئلتكم من خلال التعليقات على الفيسبوك حيث يبث برنامجنا فيه بثا مباشرا على صفحتي قناة الفلوجة الفضائية وصلنا سؤال سريع عبر الفيسبوك يقول ما حكم من يقرأ القرآن بالتهجي وقراءته ضعيفة؟ وما حكم المرأة إذا قرأت القرآن بدون حجاب؟ هل يجوز ذلك؟ بالنسبة لقراءة القرآن بالتهجي أو بالقراءة الصعبة نعم يجوز ذلك خاصة يعني بلا شك الذي قرأته ضعيفة يجوز ذلك ولا حرج إن شاء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة ومن قرأه وهو عليه شاق ويتعتع فيه فله أجران يعني أجر القراءة وأجر المشقة لكن هذا يعني لا يعفل إنسان من التعلم لا يعني عندما نقول له يجوز لك أن تقرأك نقول له لا تتعلم لا يا أخي تعلم اللي لم تجد من يعلمك تعلم بوسطة السماع يعني شغل القرآن واستمع لأن القراءة قرأتهم مضبوطة وستتعلم منهم إن شاء الله بالنسبة للحجاب لقراءة القرآن للنساء لا يشترط بلا شك الحجاب يمكن للمرأة أن تقرأ بدون حجاب بشرط أن لا يراها غير المحارم نعم طبعا هي لا يجوز المرأة أن يراها غير المحارم بغير حجاب لا في قرآن ولا في غيره لكن في هذه المسألة تتأكد طيب عندنا اتصال الأخ أبو عبد الملك من صلاح الدين نعتذر منك اتصالك كان معلقا يعني من تفضل السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي يحفظك شيخ عندي سؤال رحمة تفضل العفو شيخ أنا صوابت قبل سنتين نعم السلام عليكم فالإصابة مالكك كانت شديدة يعني عندي كسور بجسمي يعني أكثر من خمس كسور سبحان الله وبركاته كثرة العلاد اللي أخذتها فهو عندي احتقان شديد بالمعدة إضافة إلى هذا صار عندي وياها تهييد شديد بالقالون وانخفاض بالارتفاع بمستوى السكر سبحان الله يعني الصيام من أصوم يعني أذيني تهييج بالقالون طرح بالمعدة نتيجة كسرة العلاد اللي أخذته نعم يعني بالصيام ينزل مستوى السكر عندي لثمانين بعد الإفطار ارتفع مستوى السكر ثلاثمية وخمسين سبحان الله ناهيك عن العلاد اللي أخذه هذا الأمر دائمي ولا مؤقت أخي يعني شكلت عندك أمراض دائمية خلاص نعم نعم مزمن يعني صار لك أتريب أن السكر ثلاثم سنوات طيب سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عندنا تصلات أخرى معلقة ابقى معنا يعني الأخ لطيف من مغداد تفضل الأخ لطيف معنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوانك شيخ أخوانك خير والحمد لله حفظكم الله السؤال لا ما ترجحنا رحمة إن شاء الله تفضل دكتور شيخ أمن لا أغرأ ولا أكتبه ليه ويأغرأ القرآن هل يجوز في الشرق أغرب تسلس تسلحها وتسلس له ممكن تقدر تردد مع المؤذن يعني تسمع القرآن وتردد معه تقدر يعني اسمع خلب إذنك مثلا يعني خلب إذنك سماعة واسمع القرآن وردد معه أو بالتلفزيون أو مثلا جهاز على يعني الوسائط على المتوفرة نعم نعم يلا طيب أوطيك إن شاء الله أكثر من حل ياسر من بغداد تفضل السلام عليكم شيخ العزيز وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله ياسر وليد العزاوي أحب طلابك من بغداد حياك الله أهل ونسهلا بك شيخ العزيز أسألك فقط على صلاة الوتر طريقة قضاءها نعم يعني على من لم يصلها نعم أنا قرأت عليها عدة آراء بس لحد الآن الموضوع غريب بالنسبة لي نعم فمن حضرتك إن شاء الله تشرح مني إياها طيب إن شاء الله طيب تسمع الجبح حياك الله بارك الله بالشيخ فيك بارك الله نجيب على الأسئلة الأخ الذي تصوب قبل مدة وأدى هذا الأمر إلى تكسر عظامها صلى الله تعالى له العافية وبسبب الأدوية صار تشكل عنده السكر والقالون والقرحة في المعدة وأخي الكريم ما دام وضعك كما شرحت يعني ارتفاع السكر إلى هذه الدرجة هذا يشكل خطرا بلا شك على حياتك فإذا كان الصوم يؤدي إلى كل هذه الأمور فأنت لا يجب عليك الصوم لا يجب عليك الصوم وإنما تدفع الفدية والفدية يطعامه فقيرا واحد فقط يعني من غالب يقوت البلد مد والمد يعني 650 غراما فقط أو ما يعادلها من غالب يقوت البلد يعني من طحين أو من رز أو مشاكل ذلك عن كل يوم عن كل يوم وليس عن رمضان عن كل يوم تدفع فدية إطعام فقير لا يجب عليك الصيام ولا يجب عليك القضاء بل الصيام إذا كان يؤذيك فقد تأثم به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب الأخ الذي لا يقرأ ولا يكتب أخي الكريم القراءة والكتابة واجبة لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والقرآن يحتاج إلى من يقرأ ويكتب فتعلم القراءة والكتابة واجب لا يعذر منه الإنسان فعليك أن تحاول يعني تنظر من إخوانك من قاربك من أصحابك أن يعلمك القراءة والكتابة ولو بالتهجي يعني لو تهجيت القرآن كما قلنا قبل قليل فالقراءة أنت لك أجران إذا تهجيت أجر المشقة وأجر القراءة وخاصة إذا تعلمت القراءة لأجل القرآن تعلمتها لأجل القرآن ليس لأجل كتب ومجلات وجرائد لأجل القرآن سيكون أجرها مضاعفاً سيكون تعلمك عبادة إذا تعلمت القراءة والكتابة أنت كأنما في حلقة علم شرعي فتعلمها أخي الكريم لكن إذا عجزت عن التعلم كما في مثلا بعض كبار السن يسمعون أن الآن يعجزون ربما عن التعلم حاول أن تقرأ القرآن ترداد بالسماع بوسط السماعة تضعها في أذنك أو سماعة تشغل بهذه الجهاز تردد مع القارئ فإذا عجزت عن كل ذلك أو أردت أن تقرأ من المصحف فإمكن أن تنظر إلى كلمات المصحف والنظر إلى المصحف عبادة النظر إلى كلمات المصحف عبادة لو تتبعتها بأصبوعك وبعينك فأنت لك عبادة النظر وليس عبادة القراءة يكون لك عبادة النظر إلى المصحف نعم أبو سحر من الموصل تفضل أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي أقول سؤال يعني بخصوص النظر تفضل أنه شخص صعب يعني ما رجل موصله طيب وهو نعم قام يعني شلت حرش ولا شي يعني قام نظر علي أنه بس أطيب سوف أبضح يعني نبيحه الحمد لله يمشى وطاب وهذا يعني هل هذه الزبيحة توزعها الفقراء وهو هم من طالب أنه صغاء وقاله بس صر هل يعزم عليها الصغاء ولو يوزعها الفقراء فكيف هي تتزاك الله نعود إلى الأسئلة الأخ الذي سأل عن طريقة قضاء الوتر صلاة الوتر هي من السنن المؤكدة التي من فاتته يستحب له أن يقضيها طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتروا واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرا آخر صلاتكم بالليل وطرا وطر معنى عدد فردي ركعة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو أحد عشر المهم تكون بعدد فردي فإذا قضيت تصلى شفعاً يعني تصلى زوجية يصليها ركعتين أو أربعة لا يصليها ثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرا آخر الصلاة فردية أما إذا صليت في النهار فهي لا تأخذ هذا الشرط فلا تصلى لا تصلى فردية وإنما تصلى شفعاً قيل هناك قول أيضاً أنها تقضى وطرية لكن الذي نفتي به أنها تصلى شفعاً وليس وطراً يعني تصلى زوجية وليست فردية نعم الأخ أحمد من بغداد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ بلا نسخنا فالسوال مسألة النذر نعم اللي ينذر نذر يعني هو المفهوم ما يأكل من عنده اللي ينذر طيب العائلة كلها لو الشخص نفسه بس طيب لك سؤال آخر أخي واضح سؤالك طيب الأخ الذي نذر يعني أصيب بما رض يعني تسبب بعدم استطاعته على المشي فنذر أنه إذا شفي أن يذبح لوجه الله تعالى وقد شفاه الله ويريد الآن أن يذبح ماذا يفعل بالنذر أخي الكريم أولاً عليك أن تعتقد بأن النذر هو ليس سبباً لشفائك كثير من الناس يظنون أن النذر يغير في القدر أو أن النذر يسهل الأمور هذا ينذر إذا نجح في الامتحان هذا ينذر إذا خرج فلان من السجن هذا ينذر إذا شفيته يا أخي النذر لا يقدم ولا يؤخر بل النذر شرعاً مكروح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما ينتزع من البخيل النذر هو سبب الكراهة أنه عبادة مشروطة على الله كأنما تقول يا رباً أنا أذبح لك لبيح وزعي الفقراء بس على شرط تشفيني أو على شرط أنجح أنا صلى ركعتين بس على شرط يصرف لان موضوع حتى إذا ما قلت على شرط فخلص أنت النذر هو عبادة مشروطة لهذا النذر مكروح يا أخي لكن إذا نذرت صرت ملزماً به صرت ملزماً أن تؤديه فعلى أي حال الأخ الذي نذر ذبيحة ماذا يفعل بها؟ أولاً لا يحق له أن يأكل منها الناذر فقط أما أهله فيجوز أن يأكلوا جميعاً هو فقط لا يأكل الأفضل له والأحب لله والأرضى له سبحانه أن يوزعها على الفقراء ليبقي جزءاً منها لأهله لكن الأفضل أن يوزع الأكثر منها للفقراء أما أن يدعو أصحابه وربما هم أغنياء وربما هم يأكلون اللحم في البيت فليس له بذلك أجر لأن هنا سيكون يعني سيكون الألغاية منها الجاه لكن إذا وزعت للفقراء فله أجر إضافة إلى وفاء النذر أخي الكريم أعطيها الفقراء ابقي جزءاً لها لك والباقي أعطيها الفقراء طيب الأخ حميد بن الفلوجة تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ رحمة الوالدة كان لدي عملية ظهري نعم قال له نعم معك أسمعك تفضل أنا لدي عملية ظهري وحافي عامود الفقري يعني مشهول من عنده فقر 2.5 حسب الدكتور سبع الله نعم وقعد أخذ علاج يوميا مالذكيط مالدون أطمال الأسفرين يوميا لما عوفه طيب يعني وقبل رمضان يعني حتى تيجيني رعش إذا بس أكلت جوعاً لازم أقوم رعش يعني الدواء لو تركت الدواء في النهار رمضان تتأذى في النهار لو تركت الدواء تتأذى لا العفو شيخ مو الدواء الدواء أقدر عوفه مشهول أنا من حفر العامود فقريطار عندي مضاعفات نعم يعني قد جوعاً لازم أقوم رعش ووقت الوجوة يعني ما تحمل يعني إلا آكل طيب تكلمت مع الطبيب حول مسألة تكلمت مع الطبيب حول مسألة تكلمت مع الوجوة أقوم رعش حتى حتي بعد ما اجدرح نعم نعم خلص خلص إذا بلغت إلى هذه الدرجة فلا صيام عليك أخي الكريم إذا بلغت إلى هذه الدرجة فلا صيام عليك تسمع إجابة المفصلة الأخ أبو سارة من كاركوك تفضل نعم ألو سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور كيف الحال إن شاء الله الحمد لله خير حفظكم الله دكتور ممكن توسع فضلك دقيقتين تفضل أخي تفضل أنت معنا أحبك في الله أحبك الله أخي على راسي تفضل أهلا ونسأهلا بك أهلا ونسأهلا بك فأنا وزوجتي يعني زوجتي عندي شؤالين شؤال الأول زوجتي يقولون بها سحر ودتها راقي شرعي يعني راجع الزكاة رماطات طيب فقالوا يقول لها يدروفيا فوديتها راقي قسم يقول سحر قسم يقول الممسو فهل المس موجود نعم شؤال الأول نعم شؤال الثاني أنا وزوجتي يعني صار قصرة مشاكل في ربناتنا يعني البارحة صارت مشكلة قامت تغلط علي يعني أدري هذا ما اللومس ما السحل فقامت تغلط علي طانع إحنا بلبيت تركمان وقسمتها قومي للهوئة طالقتي 200 وصل للدرجة يعني أنا الهواء بتحيل حيل قسمتها قومي تروحين على هل ليش أنت تطالقي يعني أنا بنيتي يعني أخوف يعني مو طالق فسيش يعني كلمة انت تطالق له بالطلاق لحظة انطيني مجال أخي العزيز هل ليش أنت تطالق هذا المعلق هم معلق كنو الحل طيب طيب لا حوله ولا قوة ما هي درجة غضبك هل فقدت إدراكك أعرف غضبك انت موقع انت خموقع تشرب شاهد تقول انت تطالق أكيد أنت تكون غاضب يعني بس انت المجال يا أخي ما هو درجة ما هي درجة غضبك هل أغلق عقلك تماما بحيل يعني هي غضبت عليه غضب الشيء لاحنا طيب 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 تسمع الإجابة الأخ أبو يونس من نديالة تفضل ترك التلفزيون اسمعنا الهاتف فالله يرضى عنك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ اذا موزحنا سؤال تلضي تفضل عيني شيخ غطى الاتصال طيب الأخ الذي سأل أنه يشكو من مرض يعني عملية أجريت رفع بعض العمود الفقري منه وقد وصل يعني هذا أدى إلى مضاعفات وإلى أمراض أخرى بسبب يعني هي البداية عملية مفاصل قد لا تؤثر على مسألة الجوع والعطش لكن أحدثت عنده مضاعفات وأصيب بأمراض أخرى أوصلته إلى مرحلة أنه إذا جاع بدأ يرتعش ولا يملك السيطرة حتى على لسانه لا يستطيع أن يتكلم بلا شك هذا عذر شرعي وإذا بلغت وأنت طبيب نفسك وأنت مؤتمن على ما تقول بلا شك يجوز لك الإفطار والفدية ولا قضاء عليك إن شاء الله لأن مرضك يعتبر مرضا مزمنا طيب اتصال آخر الأخوة هدى من صلاح الدين تفضلي ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي سوال تفضلي السوال الأول يعني إذا قاعد قدام التلفزيون أستغفر عادي ما يخالف إذا ما يصير ما المانع؟ يعني إذا أقعد قدام التلفزيون أستغفر أقول له ما يصير ما المانع؟ نعم أستغفري السوال الثاني نعم إذا تخص الثاني بدأ ما أدع عليك والحزب لا نعمة يوكي أقول له معك شكرا أنت جزينا لا نعم سهلا طيب أم محمد من أربيل تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألي شوية تركي التلفزيون ألا رضا عني يتعيد علي ما التلفزيون عفوه من الهاتف من الهاتف oon شيخ آني ما أشوف نعم يعني أقر الي القرآن من القلم القلم يعني القلم الناطق صهر الصوت الصوت يعني نعم بارك الله فيك يعني هذا يعني بي أجر ما بي أجر يعني كل شيء ما أشوف نهائي ولكن ما ما أشوف وإنما أخذ لي القلم بس على الصورة بجاية الصورة مثلا نشوف البقرة يقول بسم الله الرحمن الرحيم وانا إذا أعرف الآية أردد وياه وإذا ما أعرف الآية أتنط عليه طيب ما المانع عندما تسمعينها ترددين معه نعم حتى إذا كنت ما كنت تعرف فيها وتلما تسمعيها أعرفتها خلاص أرددي معه نعم حتى إذا أعرفت ما أرددين معه قطع التصال طيب طيب أم حسين من ميسان تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان كاريم يا رب نعاد عليكم بالصحة والسلام أمين يا رب علينا وعليكم على جميع المسلمين يا رب إن شاء الله صيام مقبول وذنب مقفور يا رب جميعا يا ربي آمين تفضلي شيخنا بل الزحمة عليك أنا عندك عدة أسئلة فبعض الأسئلة لا أستطيع أمام الشاشة أكثر إذا مصر الزحمة ولك الأجر بالتواب أريك رقمك الخاص حتى تبسيرك فائل مواضع أولا أمام الشاشة أمام الشاشة في الفيسبوك فيمكنك أن ترسلي إلى صفحة الخاصة شخصاني في الفيسبوك سبحان الله شخصاني ما عندي علم بالفيسبوك نعم نعم طيب 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 ثاني الأول أنا مريضة الحمد لله والشكر أنا جريت عملية فلعملية هسا قعت في الديني أنا أصلي الحمد لله والشكر يعني النوافل كل هالرقاتين قبل الفجر وأربعة الظحى وأربعة قبل الظهر وأربعة وراء الصرب الظهر وأربعة قبل العصر واثنين قبل المقرب وأربعة قبل العشاء وأربعة وراء العشاء طيب الله تقبل الله منك تقبل الله منك أختي طيب تقبل الله منك ما هو سؤالك أختي طيب تقبل الله منك ما هو سؤالك طيب طيب أخي المخرج يبعث لها رقمي الخاص نعم طيب نجيب على الأسئلة هنا الأخ الذي سأل هل المس موجود يشك بأن زوجته ممسوسة وفيها تلبس نعم أخي بلا شك المس موجود وهذا ثابت من يدلة القرآن ويدلة السنة النبوية يعني الله تعالى عندما شبه آكل الربا قال إن الذين أكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الله تعالى لا يضرب مثلا ليس موجود لا يضرب مثلا عبثيا حاشا لله تعالى لابد أن يكون المثال موجودا فيضرب الله تعالى به المثال يعني الشيطان تأثيره على الإنسان العادي هو غواية تأثير غواية لكن تأثيره على الممسوس هو تخبط قال كما يتخبطه الشيطان من المس ولم يقل كما يغويه من الوسوسة ومشاكل ذلك إضافة إلى تلك المرأة التي جاءت إلى النبس الله سلام وقالت أني يعني يراودني الخبيث يعني فيتخبط بيه يتخبط بيه الخبيث يعني مرأة سألت النبس الله سلام هذا موجود ثابت باتفاق العلماء طيب لكن المسألة المشكلة أنه حدثت معه بينه وبين زوجته إشكال فعلق الطلاق وقال إذا ذهبت إلى بيتي أهلي كيف أنت طالق أخ الكريم يعني ألا يوجد حل آخر غير الطلاق يعني بالنسبة لهذا اللفظ أنت علقته إذا ذهبت إلى بيتي أهلي يا فهي تقع في ذمتك طلقة تقع طلقة واحدة إن لم تكن قد طلقتها من قبل يمكنك أن تراجع وتقول أن تراجع وتقول راجعت زوجتي لكن تكون في ذمتك طلقة إلا إذا كنت في شدة غضب مطبق يعني بحيث أغلق مدارك التفكير صرت تتصرف بتصرفات لا تفعلها في العادة أغلقت عندك مدارك التفكير هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق لا طلاق في إغلاق بحيث لو وقف هنا أحد هنا أحد لا تعرفهم يعني أغلقت مدارك تفكيرك طيب إذا في هذه الحالة وصلت إلى هذه الدرجة من الغضب فلا يقع طلاق طيب الأخت سألت عن استغفار أمام التلفزيون لا مانع بلا شك الاحتساب على الظالم نعم هذا أفضل من الدعاء عليه إذا تعرض أحدكم لظلم فأفضل من أن تدعوا على الظالم طبعا يجوز أن تدعوا على الظالم ودعوة المظلومة على الظالم مستجابة دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله تعالى حجاب لكن الاحتساب أفضل الاحتساب عندما تقول حسبي الله ونعم الوكيل فإنك قد سلمت الملف من قضيتك من الأرض إلى السماء وقد جعلت الأخذ بالحق بدلا عنك وكتبه ربك حسبي الله ونعم الوكيل يعني وكيل حسبي يعني يكفيني الله ونعم الوكيل الله وكيلي أن يأخذ حقي منك والله تعالى أقدر على أخذ حقك من نفسك وهو أقدر على رده إليك منك فهذا أمر يعني خطير حقيقة يعني ليأخذ الظالم الظالم عليه أن يتق الله من أن يحتسب عليه المظلوم مسألة مخيفة جدا يعني لو قيل لأي واحد مننا لو قيل له القاضي صدر عليك إلقاء قبض أو ربما القاضي صدر عليك بإعدام غيابي أو بسجن مؤبد غيابيا ماذا سيكون موقفك إذا كنت من نفس البلد أو لم تهرب أو صرت تخاف من اسم الشرطة إذا ذكر عندك صرت لا تنام هادئا ولا تستيقظ مرتاحا كيف إذا تحول ملفك إلى الله إلى أحكم الحاكمين فليتق الظالمون ربهم نعم أبو أحمد من صلاح الدين تفضل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوالك شيخنا الكريم الحمد لله رب العالمين بخير حفظكم الله شيخي بالسؤال إلى مرحبز أحمد رحمة إن شاء الله تفضل شيخي عندي واحدة من رحيي عايزة تحشية نعم والعيادات ما تبعد غير الحصص فأرجح الشرحاتي خوائي تفضل طيب تسمى الإجابة إن شاء الله يعني حقيقة يعني ربما يعني هذا الأمر أضحكني لأن إلى الآن ونحن ما زلنا في بداية رمضان ربما عشر سألوني عن حشوة السن يعني هذه السنة كلها لا يخطر ببالك أن تحشي سنك إلا في رمضان سبحان الله طيب أجيبك يا أخي الكريم أبو محمد من صلاح الدين تفضل محمد حشيخ شامكم أهلا وسهلا نحياك الله شام صحيح بخير الحمد لله تفضل رمضان كريم علينا وعليكم على جميع المسلمين يا أخي ترك التلفزيون الله يرضى عنك كان مو واحد واحد يقول له انتبه علينا للهاتف أنا شو شميك كل ما أصبح يعني كل ما أصبح محال ما يمشي شبحان الله ما يمشي كل ما أصبح محال ما يمشي شبحان الله يعني رسق رسقها خليل رسقها خليل أقول لك تصلي الفجر بوقتها سؤال غير رمضان باقي السنة تصلي الفجر في وقتها بصراحة وما نوبات ونوبات نوبات ونوبات تمام نوبات ونوبات الأكثر بصراحة ما هيك؟ الأكثر الصليه بوقتها لأكثر الصليه قضى بصراحة والله أكثر قضاء ما شعني أكثر قضاء تسمع الإجابة الأخ عماد من الفلوجة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام شيخنا خير الحمد لله حفظك الله أم الله وبركاته علينا وعليكم على جميع المسلمين صلى الله عليك سيدي يا رسول الله نعم شيخنا سؤال عن قدنا صلاة صلاة الفجر بيها دعاء الوتر أخو ناس يقولون قصدك دعاء القنوط أخو ناس يقولون يجوز قصدك دعاء القنوط 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 نعم نعم واضح قسم من المساجد يقولون يجوز وقسم من المساجد البلوماء يقولون لا يجوز يعني ما يستقن ستة صلاة الفجر طيب طيب هذا الجاهل الذي يقول لك لا يجوز جاهل الذي يقول لك لا يجوز هذا الجاهل لا يأخذ العلم عنه نعم وشهد الثاني نحن بالفعل نصلي كل أربع ركعات التراويح ثم نسبح تسابيح ونجاج أنا أشتغل ببغداد أقوم بعض الجوامع وقريب كذلك يعني ما يفترون نقولوا هذه هي بدعة وكل بدعة جوان ضلالة من هذا نعم نعم طيب أخي طيب الأخ حسن من صلاح الدين الأخ المخرج يعني حفاظا عن وقت أوقف الاتصالات نعم الأخ حسن من صلاح الدين تفضل السلام عليكم لكم سلامة رحمة الله وبركاته أقول لك قراءة القرآن هل جائز بالتليفون ولم يكن يمي مصحف طيب وأسألك وأسألك عن فترة صل نعم وشكرا أهلا وسهلا طيب نرجع إلى الأسئلة الأخت التي لا ترى يعني عمياء لا ترى شيئا تقرأ اشترت مصحف هناك بعض المصحف يسمى القلم الناطق قلم إذا أشرت إلى البسمة مثلا قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا أشرت إلى الآية يصدر صوت من القلم يعني يقرأ الآيات اشترت مصحفا لأنها عمياء لا ترى مصحفا من هذا الناطق كي تردد مع القلم يا أخت بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وعوضك خيرا من بصرك وعوضك الله تعالى الجنة وما فيها يا إخوان يا من لا تقرؤون القرآن هذه المرأة هل أبقت لكم عذرا هل بقي لكم عذر أعطاك الله عينين ولم تؤدي زكاة عينيك ولا تثلطوا ما ربما إلا على ما حرم سبحانه وتعالى يعني مثل مسألة الأشل الذي ليس له أقدام ويذهب إلى المسجد يراه صحيح القدمين ولا يذهب يعني هذا هل أبقى لك عذرا المفضل ما يبقى لك عذر يا أخي هذه العمياء يعني خذت تقرأ القرآن بأذنها لأنها فقدت عينيها أختي تقبل الله منك وقراتك صحيحة وختماتك صحيحة وانت مأجورة أكثر من أجرنا نحن المبسمين تسأل عن الاستغفار في السحر هل هو أفضل عمل نعم أفضل عمل في وقت السحر هو الاستغفار قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وصف الله عبادة المؤمنين بذلك وقال تعالى والمستغفرين في الأسحار إذن أفضل ذكر في السحر الذي هو الثلثة الأخيرة من الليل هو الاستغفار الحشوة للسن الأخ الذي سألنا يعني أخي السنة كلها فيها اتساع لهذا الشيء الحشوة هي لا تفطر لا يمكن أن نقول بأنها تفطر لكن إذا دخل رذاذ يعني تغسل بواسطة بخاخ للماء بخاخ ماء حتى أنه ربما أنت يتجمع الماء في فمك الماء لا يؤمن دخوله إلى الجوف إذا دخل الماء إلى جوفك من الرذاذ أو من شيء نعم أنت تكون مفطرا فإذا ضمنت أنه لا يدخل الشيء فالحشوة ليست مفطرة الأخ الذي سألنا وقال أنه كلما فتح محلا للعمل لا يرزق وسألته عن صلاة الفجر فقال أنه في غالب الأيام لا يصل لها بوقتها أخي الرزق يتيك ولكن لك أن تكون نائما مثل ما الملائكة تأتي بالأرزاق في وقت الفجر تأتي بالأرزاق في وقت الفجر هو وقت توزيع الأرزاق تأتي إليك تحمل الرزاق تجدك نائما وتذهب فلو أديت صلاة الفجر بوقتها وحافظت على أذكار الصباح والمساء ثم حافظت على الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأربعة هي أبواب الرزق العظيمة الأخ الذي سأل عن التراويح كل أربع ركعات عفوا قبلها دعاء القنوة في الفجر من قال بأنها ليست موجودة فهذا جاهل المسألة الخلافية ليس هناك مشكلة على رأي الإمام الشافعي يقنط في صلاة الفجر طيلة السنة وعلى رأي أبي حنيفة لا يقنط فالمسألة مسألة خلاف يعني بين فقها من يقنط يجب أن لا ينكر على من لا يقنط ومن لا يقنط يجب عليه أن لا ينكر على من يقنط فكلها واردة عن الأئمة وكلها وردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التراويح كل أربع ركعات تهدت مساجدنا أنه في كل أربع ركعات يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أو ربما يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض مساجد يعني تصلي العشرين ركعات جملة واحدة بدون أن تفصلها سميت التراويح لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرتاحون كل أربع ركعات فإذا ارتاح فالأفضل أن يقضى الوقت بالسكوت أو أن يقضى بالسكوت أم يقضى بالذكر يقضى بالذكر بلا شك أفضل نحن لا نقول بين هذا السنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا بين كل أربع ركعات لكن الاستراحة بين كل أربع ركعات أمر مشروع والذكر أمر مشروع ومفضل لذلك فلا مانع أخي أما من يقول بأنها بدعة فهو لا يعرف معنى البدعة قراءة القرى بالهاتف جائزة وليس فيها مشكلة إن شاء الله حقيقة يرد هذا السؤال كثيرا ألخ المخرج إذا بقي وقت للبرنامج يعني افتح الاتصالات بقي دقيقة لا لا إذن إذا لم يقضى وقت طيب بالنسبة لقراءة القرآن الكريم إذا كانت بالهاتف ليس فيها مشكلة والنظر إلى كلمات القرآن ما دمت موجودة في الهاتف هي أيضا عبادة وهل يشترط أن يكون متوضئا لا يشترط ذلك لأنه يعني صورة ضوئية ليس مصحفا حقيقيا طيب إذن وصلنا إلى نهاية وقت البرنامج وإلى نهاية الأسئلة حياكم الله إخوانا أكارم ولا تحرمونا من دعوة صالحة عند فطوركم فنحن في ظرف إجابة وفي زمن إجابة تقبل اللهم صالح الأعمال وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى الله صبيل أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة